السلام عليكم ورحمة الله معكم بحقين بزيد طبعا فاترة مونز تشعي مسامحة لان انشغل جامعة فاليوم موضوعنا عن كيف بامجة بابك في البيت طبعا هو ذي البوكس اللي تحت غجة بحطكم منوان اشتريته في الدسكريبشن ذي البوكس هي في كابلين اول كابل اللي هو ذي هي الطرف الاول تشبكه على اللابتوب والطرف الثاني اللي تشبكه على الواير الثاني اللي على الدبوب طبعا ايه نوعين انا اللي عندي اسمه دوتا لينك ان الواير الثاني مركب على الدبوب بس اتي تشبكه وعندك ذي البرنامج اللي تعدي فيه اه طبعا عندي البرنامج في اتخريبا اغلب الدبوبات هم دبوب الهوندو كوزوكي 3650 اتشتو زد اكس تن زد اكس سيكس زد اكس سيكس سيزوكي طبعا هاي بوزو عالف ستمية سبمية وخمسين فهذه هي موها حوالي اغلبهم فيكون نوعين عندك نوعين برمجة طبعا عندي البرمجة الاصلية الموجودة كلها في الموقع اللي هو البرنامج مكتوب استوك اي سيو اميج اللي هو الاستوك وذي عن الاستوك اي سيو اميج اللي هو انت تقدر تتحكم فيه ان الاستوك ما تقدر تعدل فيه فذي تقدر تتحكم فيه تغير كشي تبك فعندك اللي هو ثيرت بورتي اميج الثيرت بورتي يسيو اميج اللي هو معدة من الشركة مختصة يعني عندي حق اليوموها غرافز موتور سبوت اللي هو ذي الشركة اللي معدنين لي للتون فانا حكي اكون في السيف سايد نزعت لي موذي الشركة بس طبعا الشي ش اسمه حق السيزوكي موفي جية اكث في طريقة تنزل جدول الباوركماندار بتحطها فاحنا عنا طبعا برماتش تتبُ باب حقي شي كل شاي واعطيكم ربيو اول شي تتحكم فيه لمن فانتبيرشاب تتحكم ماتتشغل الارتبير المروحه وتصكها وعندك سبيد المتا الفاصلة تشيلها تحطها على كيفك والا اي اي اس فول اللي هو حق الباكفوير تشاغلها تصكها براحتك وعندي دفلت اي مود لنا كل ما شغلت دبوب يكون على سبورت وعندي اقنش الديسل كات اللي هو حق الانجين بريكين يعني عنده هد الرئيس الماكينة تخفف سرعتي بسرعة وعندي الانجين اللي هو حق السنسر الوكسجين مو يقرر وقت البرمجة الكل يفضل انه مدخل الوكسجين سنسر يقرر حق يمشي على الجدول الموجود فما رح يؤثر لان ارد الجدول نضبطينا نص يفهمون يعني وقاضين ساعات حق يعدون فيه فتخلي كلوز له ان شاء الله كلشي يكون تمو فالحن رح ارويكم اشتوات في الدبوب وبعد ذي بنروح نقط الدبوب عدونه ونشوف الشغل صح ولا لا السلام عليكم طبعا نضي الكابل التوني كما تشوفونا رايح لالاخل الدبوب للكمبيوتر حاك الموابع بابرمج اسويك الكابل التوني مكونا وبطل البرنامج السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم من جديد برمجة الكمبيوتر اللي هو الاسيو فالحي راح اضغها دوين ورن بتشيك اذا تعدل ال الايرفيور رايشيو لانه هو كل شي فلاتون عن الايرفيور رايشيو اذا كون المكسر صح مولك الخلطة صح بين الهوى والبترول بكون مضعك في السليب فانا بضغها دوين ورن وبتشيك عقو بالتيونش تصير فبروح محل اسمه MSK Performance في سلموبود في محطة سلموبود المحل يديد عندهم مدينه يديد فبطق ران من ناك ونشوف اذا الوضع حاسن ولا لا لانه قابل طاقتها ران شفت ان المكينة دخلي بترول شوي زيادة فكل موضع يعني مقبول بس انه السعوات اللي انا انا مركب فل اكزوز يقطع عليه شوي الموتر لاحظة يعني في كذا لاحظة يقطع ان الكمبيوتر قط روحه في السيف حق مو ديش تساوي اهم شي اللي عارفه انه يقط روحه في السيف يقطع شوي لانه ما يستوعه لانه قابلكم في باك براشر اكثر الحين باك براشر واي دخل فشذي فمنطق قران وبنشوف اشتصل معاونا وبنردكم ودوص طبعا وصلنا المكان اخو بيكون في محطة سلموبود صحيح فاهم بنقطع الدوين وبنتحيق و ان شاء الله يطلع الرقم حلو اما هم من الباور اهم شي عندين ان المكستير يكون صح اللي هو الخلطة موتى الـ AirFuel Ratio اتمنى ايكون 13.1 وحن بنشيك وبنشوف هذي هو المحل مسكي بروفورمس موسيقى اشتركوا في القناة 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 اوضع عندكم الاستفسار واذا عر الجواب مولا كذبوا لي في الكومنت ان شاء الله ما راح يقصر مع احد